تنعقد يوم الاثنين المقبل عمال الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مدينة طشقند بجمهورية أوزباكستان بهذه المناسبة أكد الأستاذ جاسم محمد لبديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بناء على رغبة الجانبين في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما وحرصهما على تعزيز الحوار الاستراتيجي وسعيهما نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين وذلك بناء على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة وأوضح الأمين العام أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العلاقات بين الجانبين إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم